اشتركوا في القناة اما بعد معشر السادة والسيدات عنوان هذا التذكير فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون سيداتي سادتي كيف أننا لازلنا في شهر ربيعين الأول ونحن نستعد لنودعه ونستمر من خلال ذلك في الاحتفال بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نور الله تعالى الوجود بوجوده عليه الصلاة والسلام وهناك عبادة من الطراز الأول يغفل النس عنها كثيرا وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن الكثيرين لا يمارسونها وحتى الذين ينخرطون فيها يكون ذلك عندما يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه أما أن تكون لهم عبادة مخصوصة يجلسون فيها ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقليل من يفعل ذلك وسوف أحاولي إن شاء الله في ثلاث حلقات أن أذكر فضائل أو بعض فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليشجعنا ذلك على أن نهتم أما بهذا الخير الأولا أنت أيها العبد الصالح عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تدخل في إطار مجموعة الخير تدخل مع أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى بل إنك تدخل في كوكبة رب العالمين سبحانه وتعالى باستقلنا قول عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلى عليه وسلموا تسليما هكذا الله رب العالمين في عليائه وفي عزه وفي ملكوته يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم و ملائكة الله المقربون هم يصلون هم يصلون عليه أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي والمسلم حقا ينخرط في هذه الكوكبة الجميلة من الخير احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له وإنزاله المنزلة السامية التي استحقها عليه أفضل الصلاة وزك السلام وأي سؤدد وأي فخر أعظم من أن يكون الإنسان ضمن هذه المجموعة الطيبة الصالحة التي ترجو رحمة الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المسألة التانية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وهذا حديث صحيح معروف مشهور وفيه من الفضل ومن الخير العجب العجاب يقول أحد الصالحين رحمه الله وهو ابن عطاء الله من فاته كثرة الصيام والقيام فليشغل نفسه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لو فعلت في عمرك كل الطاعات ثم صلى الله عليك صلاة واحدة رجحت تلك الصلاة الواحدة على كل ما عملتها في عمرك من جميع الطاعات لأنك تصلي على قدر وسعك والله تعالى يصلي على قدر ربوبيته يعني لاحظوا أيها السادة السيدات هذا الكرم الإلهي أنت عندما تشتغل بالعبادة تتحرك حسب وسعك وأنت مرتبط بالضعف البشري وبالملاهي الملهية التي تشغلك وتمنعك ولكن عندما يصلي عليك الله سبحانه وتعالى فأنت قد ربحت لأن الله تعالى يصلي على قدر ربوبيته على قدر عدمته على قدر ما في يده جل وعلا من الفضل والخير والإحسان والإنعام ثم يضيف هذا الرجل الطيب يقول هذا إذا كانت صلاة واحدة فكيف إذا صلى عليك عشرا بكل صلاة وهذا شيء طيب جميل نستفيده من قول نبي صلى الله عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها بها عشرا وعندما نسمع صلاة الله على العباد فهي مرتبطة برحمته لهم جل وعلا وأينا لا يحتاج إلى رحمة الله الواسعة ليتقلب فيها الفضل الثالث ورد في كلام الإمام محمد الأمينشنغيطي المفسر المعروف رحمه الله إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعد من بر الرجل بأبيه إن عندما يصلي الإنسان على نبي الله عليه الصلاة والسلام فذلك داخل في إطار بر الوالدين وبر الأب على وجه الخصوص كيف هذا يفسر الإمام كلمه فيقول ذلك أن الملك الذي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الناس عليه يقول عندما يصلي عليه أحدهم يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك إن فلان ابن فلان صلى عليك فيكون المرء سببا في ذكر أبيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عقب فقال وهذا من أعظم البر والإحسان ويؤكد هذا الفضل العميم حديث آخر حسنه لألباني عن سيدنا أبي بكر الصديق الذي العنو أرضاق قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري فإذا صلى علي رجل من أمتي قال ذلك الملك يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة فيرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعترف له بالفضل له ولأبيه معا هذه معشرة الأخوات إشارات طيبات مباركات وللحديث بقية إن شاء الله أقول الذي سمعتم وأستخدم الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ولي وسحي وسلم تسليما وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر